اشتركوا في القناة ومن قطاع الرعاية الصحية في البحرين والتي حققت نجاحا ملموسا واضافة نوعية على مفهوم الرعاية العلاجية للمرضى رب ضارة نافعة وتأقلما مع المتغيرات الصحية التي يعيشها العالم بين الفترة والاخرى والتي كان اخرها وما كتب لنا ان نتعايش مع معطياتها جائحة كورونا التي استطاعت ان تحدث اثرا ايجابيا قبل ان يكون سلبيا داخل عقلية الانسان في كيفية تداركه واحتوائه بل وفي تعايشه مع الخطر لاستخلاص الدروس والعبر من اي محنة قد تحل بشبحها على محيط مجتمعه الذي ليس بمنأ عن اي حرب وبائية لا ترحم من يتها ونوعها ولا تنذر من يغفل عنها لتصبح البشرية برمتها قادرة على التعامل مع ما يمكن حصوله على حين غره تداعيات وباء كورونا اعطت بعدا اخر والزامية مطلقة لاهمية الابقاء على سلامة الابدان ووقايتها من مختلف الاسقام لتستحدث طرق علمية وعملية واشكال من الرعاية الصحية قدمت نفسها من نافذة العولمة في توظيفها السليم وفي نطاق ارحب والمقصود هنا آلية التطبيب عن بعد التي تعد احدى ابرز المجالات الطبية الصاعدة ضمن قطاع الرعاية الصحية في البحرين الامر الذي يثبت ما تتميز به المملكة من جاذبية تنافسية على صعيد القطاع الصحي وبيئة الاعمال التي ساهمت في كسب ثقة المستثمرين في هذا المجال الى جانب توافر الوعي والقابلية في المرونة والتكيف مع مختلف الخيارات لدى متلقي الخدمات والعملاء في المملكة نجاح مفهوم التطبيب عن بعد كان لجهود الهيئات الحكومية والوزارات في البحرين الدور الفاعل في ترجمته على ارض الواقع التطبيقي والتي تتمثل بوزارة الصحة والهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية ودورهما في دعم وتشجيع مؤسسات ومرافق الرعاية الصحية لتصبح مهيئة على الوجه الأكمل لتقديم خدمات التطبيب عن بعد والتي تتضمن الخدمات السريرية الاكلينيكية الى جانب الاستشارات وتقديم الوصفات الطبية عبر الانترنت موجة من الارتفاع الكبير في الطلب على خدمات التطبيب عن بعد وهو ما يعكس حقيقة التحول النوعي في الرعاية الطبية والخدمات الصحية مع كل حالة مرضية على حدة ناهيك عن مراعاة خصوصية البيانات الشخصية حول القضايا الحساسة للمرضى كمثل الصحة النفسية والعقلية خدمات لا حصر لها توفرها آلية التطبيب عن بعد كتلك المعنية بالرعاية الصحية للحالات المزمنة وطويلة الأجل والعلاجات المخطط لها مسبقا للمرضى وجدولة مواعيد مناسبة لهم لتقليل الوقت الذي يتم قضاؤه في متابعة الرعاية وخوض الحاجة للانتقال إلى مرافق الرعاية الصحية وفي ذلك تعزيز لسلامة الطاقم الطبي والمرضى إضافة إلى الخدمات الموجهة لتوصيل الأدوية وما مهد الطريقة لذلك هو بروز عدد من المنصات والتطبيقات الإلكترونية والشركات التي تنوعت خدماتها لتشمل المملكة ودول المنطقة والتي من بينها تطبيق كيورا الذي يوفر خدمة الاستشارات الطبية المتخصصة عن بعد من قبل أطباء مناوبين على مدار الساعة دون الحاجة إلى مواعيد مسبقة وصولا إلى منصة دكتوري كأول خدمة مرخصة من قبل الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية والتي يمكن للمريض من خلالها أن يقوم باستشارة طبيبه عبر الفيديو والحصول على تقرير الاستشارة إلى جانب الوصفة الطبية اشتركوا في القناة شكرا